عودنا والعودوا أحمدوا في مناقشة حلقات توكيو ريفينجرز طبعا أتوقع أنه السبب واضح بسبب الزلزال ما قدرت أني أركز الجدول طبع القناة فغبنا لمدة حلقتين وابتداء من هاي الحلقة رأتنا رجع بشكل طبيعي بشكل أسبوعي لنعمل مناقشة للحلقات فيالله يا صديقي من دونها يتأخير خلينا نبدأ ونحكي عن الحلقة الثامنة من توكيو ريفينجرز تبدأ الحلقة الثامنة مع نهاية الحلقة السابعة وقت اللي ما شوف أنه تاكاميتي بيتحدى تايجو وبيقول له أنه أنا بدي أهزمك وبيدي أترقس العصابة للوهل الأولى رح تشوف أنه هذا الموضوع شوي غريب أو مو شوي حتى كتير غريب تاكاميتي ما بيقدر حتى يجاري مجارة لتايجو يعني إذا بيدروب تايجو 600 بوكس لتاكاميتي ممكن يردله واحد أو اثنين فقط لغير رح يأكل قطل لبان ما يموت في كل معنى الكلمة ما ممكن أنه بيعمل أي شيء من ناحية القوة ضد تايجو وهون بيجي الفرق ما بين تاكاميتي وباقي الشخصيات تاكاميتي ما بيحسن أنه هو إيجاري حدا في القوة البدنية يمكن هو أضعف واحد في كل هذا الأنيمي ولكن عنده شيء من جواته شيء غريزي اللي هو لازم يكمل لبين ما يوصل للهدف تابعه فرح نشوف أنه هو فعليا بلش يضربه بوكس ضربه بوكسين لتايجو طب بالموضوع كتير غريب شتون قدر يعمل هذا الموضوع لسبب جدا بسيط هو يا صديقي الإنسان بده يغير المستقبل وهذا سبب كفيل بالنسبة لشخصية مثل تاكاميتي أنه يضل يحارب ويحارب ويأكل قطر ويأكل بوكسات لابين ما يفرق لابين ما يموت وما عنده أي مشكلة لأنه إجي أفكر في الموضوع بطريقة منطقية اليوم أنا إذا وقفت وما تحديته لتايجو وتايجو قطرنا كل ياتنا المستقبل ما حيتغير طيب أنا ليش بدي أغير المستقبل عندي كتير أهداف لحتى هذا المستقبل يتغير واحد مننا أنه أنا كنت وحيد في المستقبل أنا إنسان لحالي ما عندي رفيق ما عندي حبيب ما عندي أي حدا أنا إنسان معزول تماما عن الواقع إنسان فاشل بحياتي فأنا اليوم إذا كمان فشلت في هزيمة تايجو مستقبل ما حيتغير رح أضل فاشل رح أضل وحيد ما حيصير أي شيء من الأشياء اللي أنا عبس عقلا فبالتالي تفكيره لتاكاميتي إنه أنا موجود في هذا المكان موجود بهاي اللحظة الأمور قالت إنه نحن نكون في هاي اللحظة بسبب الشيء اللي أنا عملته بسبب إني أنا ما خليت هاكاي يقتل تايجو فبالتالي من المفترض إنه أنا أعمل شيء معين أعمل شيء معين لحتى أغير المستقبل وأكمل بهذا الطريق فرح نشوف إنه تايجو رح يضربه ويضربه ويضربه مع ذلك تاكاميتي رح يضل وقف رح يكمل لآخر نفس متل ما بيقولوا وهذا الموضوع الصديقي اللي رح يأثر بشكل كتير كتير كبير بشخصية هاكاي في النص التاني من الحلقة تقريبا وبما إنه ذكرنا هاكاي فخلينا نحكي على التويست اللي عاجبني يلي فاجأني يلي خلاني أقول إنه أوكي هذا هو السبب اللي بيفسر لي ليش هاكاي من الحلقة السادسة كان واقف مع بيعمل أي شيء جامد بطريقة ما هي طبيعية وبالذات إنه في الحلقة السادسة تايجي بقول إنه فيه سر معين أنت مع بتحكيه هذا السر تفسر في هذا المشهد تفسر في تأثير شخصية تاكاميشي على هاكاي وبالأخير وقت اللي شفنا هذا التويست عرفنا كل شيء تفسر كل شيء وصار كل شيء منطقي بالنسبة إنك مشاهدين التويست كان هو باختصار شديد إنه هاكاي نحن نعرف إنه هو اللي كان يحميه ليوزوها دائما وهو فعلياً اللي تأثر من ميتسويا هو الإنسان ياللي إنه أنا دائماً باكل قطل عن يوزوها أنا اللي لازم أدافع عنه وإلى آخره ولكن التويست كان إنه مو هو اللي عبي يحمي يوزوها إنما يوزوها هي اللي عب تحميه هي اللي اللي كانت عب تاكل القطل ضعف تاوجو كان عب يضرب يوزوها مرتين بدل ما يضربوا واحد بواحد يعني كل شيء كان عب بيحكيها كاي من أول الموسم التاني لهاي الحلقة كله ممكن أنت تعكسه ما بينه ما بين شخصية يوزوها وهون كان التويست الجميل المفاجئ فهذا الشيء يلي بيفسر الكثير من الأشياء فمسلاً وقت اليوزوها هي اللي أخطت السكينه وقالت إنه أنا بدي أحمي عائلتي الجملة هاي كانت غريبة أنا ما عملت مراجعة على الموضوع ولو عمل كنت رح حكي عن هاي الجملة تحديداً جملة غريبة لأنه يوزوها أبما نحن نشوف هذا التويست كنا بنعرف أن يوزوها ما كانت كتير يعني تحمي عائلتها هي اللي كانت خلينا نقول دائماً محمية من طرف أخوها فبالتالي نحن ما كنا مستوعبين هاي الجملة ولكن وقت الي عرفنا إنه هي فعلياً اللي كانت تحمي لها كاي بالعكس الموضوع كان منطقي تماماً وفكرة إنه هي وصلت وكيساكي هو اللي حرض إنه هي تجي على هادل مكان وإجت من دوما تفكر أبداً وقت تسكينه وكانت بدأتها أخوها بس لا حتى فعلياً تحمي هاكاي الموضوع كان جميل الموضوع كان منطقي اتفسر خلينا نقول طبعاً ما ننسى يا صديقي إنه سبب وصولنا لهي النقطة إنه فعلياً تاكاميتي ضلعة بيحاول وبيحاول وبيحاول من دون لا كلل ولا ملل ممكن هذا الموضوع كان يوصل إنه هو يموت ومع ذلك ضلعة بيحاول إنه هو يضرب ولو بوكس واحد لتايجو فهي اللي بصير إنه هاكاي ما بيتحمل فيه شيء من جواته بيخليه يعترف في هذا الموضوع ويعطينا هذا التويست الجميل فبنشوف إنه فيه شيء جواته اتحرر اليوم الإنسان أول ما يعيش شيء معين أو يعيش كذبة معينة أو يكون فيه جواته شيء معين مع بحسين يطالع للعلان مشاعر معينة مكبوتة جوات الإنسان هذا الموضوع نعطى أو نعكس في الانمي عن طريق شخصية هاكاي بطريقة صراحة ممتازة وهذا الموضوع خدوه وشوفوه على الأرض الواقع أنت اليوم كأنسان تشعر بالغضب تشعر بالفرح تشعر بالحزن تشعر بأي مشاعر معينة بأي عواطف وتكلفت جواتك ما تطالع أول يوم وتاني يوم أول شهر وتاني جهر أول سنة ممكن وحتى ثاني سنة رح تجيك لحظة من اللحظات رح تنفجر فيها هذا الانفجار هو رح يريحك رح تصل لمرحلة من المراحل أنك أنت ملك متحمل وملك طيق حالك لأنه في مشاعر جواتك أنت معبطالة في شيء مكبوت جواتك أول ما تطالع هاي المشاعر رح ترتاح فورا هذا الشيء بالضبط اللي صار مع هاكاي طوال الثلاث حلقات نحن وجودنا في هاي المعركة اللي عبتصير هاكاي كان ما بيحسن يعمل أي شيء جامد بأرضه أول ما اعترف في كل هذا الموضوع وطالع كل شيء جواته وكشف كل الحقيقة ارتاح ارتاح لدرجة أنه هو قام بده يقاتر فعليا طائجو قام وشلح الجاكيت اللي كان لابسه أو زي طبع العصابة وقت اللي شلحه هو فعليا أوكي شلح الجاكيته ولكن شلح الهم أو شلح الكفت اللي كان موجود شهاله كله وقال أنه لحالي رح أرجع هاكاي الصح هاكاي الإنسان المزبوط وطبعا إضافة لهذا المشهد كان في عنا كمان نقطة صراحة جميلة جدا واللي هي فكرة أنه اليوم أنت كشخص وقت تعمل خطأ معين إذا نحن اليوم عملنا خطأ والناس ما سامحونا أو عملنا خطأ والناس كلها خلاص طلعت عليك أنك عملت هذا الخطأ فخلاص خط عليك مثل ما بيقولوا لأ يا جماعة أنه اليوم إذا أنت عملت خطأ وأنا حاسبتك عليه وكل خطأ رح تعمله رح أحاسبك عليه ما بمشي الحال اليوم إذا نتقتلوا بين بعضهم وعملوا أخطأ على بعضهم وواحد غلط على التاني إذا ما مشوا وما زمحوا بعض ما حيتظل الرفقة موجودة نفس الشي الأخوة وقت أنا وأخوي نتقتل مع بعض بالأخير رح أسامحه رح يسامحني رح أغفر له يغفر لي لأنه غير هيك رح نصير أعداء فبالتالي هي النقطة يلي شفتنا ميتسويا وطاكاميتي عبيحكو فيي أنه أنت يا هاكاي صحها غلطت لكن خلاص غلطت وبعضي خلاص يعني إيش من عملها لأن نقلت لك مثلا غلطت ومشي الحق خلاص خلينا نصلح هات الغلط ونصحح الأمور فهي يا صديقي كانت واحدة من النقاطة الجميلة جدا كمان اللي انطرحت من هاي الحلقة طبعا هذا الكلام يا صديقي اللي حكيته كله فيما يخص الأفكار اللي كانت موجودة في الحلقة أما فيما يخص الأحداث انت وعب تتفرج على الحلقة طول الوقت أنت يعني عندك موقن تماما أنه من المستحيل تايجو يخصر يعني تخيل تايجو إنسان عب بيقتل كل الناس اللي قدامه وعلى يمينه وعلى يمينه صاره فيه اثنين لسه ما حركوا حالهم مثل عادة أنا كنت يعني شبه متأكد حتى وقت اللي هاكاي اتحمس وقام بده قاعدة لتايجو بتحس أنك أنت لا خلص المعركة هي من تهية والمشهد اللي كان موجود في الحلقة السابعة وقت شفنا دراكن ومايكي عن الموتورات كنت متأكد بي فهمي أنه رح نصل لنقطة معينة في هذا في هاي المعركة رح يصال مايكي رح يصال دراكن ويحلو الموضوع فبالتالي الموضوع كان شوي مكشوف كحدث أنه شلون رح يقول الموضوع له مع أنه نحن لسه ما عرفنا في نهاية الحلقة هل فعليا مايكي رح يقيت له لتايجو ولا هل رح يوقف مع فعليا تومن ولا رح يوقف ضد تومن ولا إيش رح يصير من هون هل رح يكون في عنا هون تغير في الأحداث هل مايكي رح يدافع عن تومن كرئيس لتومن ولا ما حيددخل ولا رح يقلب عليه هون لحد الأمن عرفينه ولكن كان واضح أنه رح يصير فيه تدخل من جهة خارجية أقوى من تاكاميتي وأقوى من ميتسويا وأقوى من هاكاي لأن من المستحين هون يزموا لا تايجو وإلى هنا يا صديقنا نكون قد انتهينا من الحديث عن الحلقة الثامنة من الموسم الثاني لإنمي توكيو ريفينجرز إذا عجبك هذا فيديو أكيد لا تسال لعك عليه تتركي تتفقنا إذا حد الأمارك مشترك عطني رأيك في الكومنتات عن الحلقة عجبتك ولا ما عجبتك وقل لي يعني يا أهلا وسهلا بك وأهلا بعودتك حللت أهلا ووطئت سهلا خلاص كتب لي أي شيء ما تفعلش بدأك في الكتاب لي مهم كتب لي أي شيء في الكومنتات خلينا نتنقش مع بعض فيما يخص الحلقة نشوفكم أكيد الفيديو القادم السلام عليكم